مالوش لازمة بلا تفكر فيه بتعايز سلطة اربع خطوط عشان توصل للدرج وتاخد الطبنجة وتشد اجزاء وأكيدة مش سيبك تعمل كده وتفرج عليه لو كنت متخيل ان حاسبك تدخل بيت وتخرج منه عادي يا سليم الموت عندي اهل من ان حاجزة دي تحصل لي تعتبره حاصل تعتبره حاصل عشان من نمشي احنا اللي دين انت لها تندم على كل اللي عملته كنت تحجنت علي في بيتي رفعت عليها السلاح ده هتدفعت منه غالي قوي زي ما هتدفعت من كل جرائمك اللي انت عملتها هديمك الجرات اللي دخلت بيتك بس انت بس ابتليش حل تاني لك البلاو اللي انت بتقول عليها دي انا بريه منها وقد قاعدوا اسمع عشان شوف الحياة بعانيك حياتي اللي بتتكلم عنها سليم دا لسه راجع دلوقتي من الغرزة اللي انت قتلت فيها تايسون والاسم خلص كلاما على الولد الشاهد اللي شافك والاسمع كل اللي كانوا معاك وما بين دولك باسمعك انا فعلا اروحت لغفظة بس عبل ما وصلت ليده كان ميت هالوى نظريت المؤامرة دي العالم كله بيعطى امر عليك مستسلين ازا كنت جاي مخصوص عشان تحكيلي الكلمتين دول فمنهمش لازمة شوف لك سكة تانية ما تفكر معي صلاح بيه وانا ليه ممكن قتل تايسون انا ما فكرش انا اسأل انت ليه قتلتو انا ما قتلتوش مال مين اللي قتلو اللي قتل تايسون هو اللي قتل زياد وهم كبان اللي زققوا تايسون عليا عشان يش هتزور رجعي انا تاني للافلام الامريكاني تبقولك ايه صلاح بيه تعدنا رجع كده للحكاية من اول بيه اللي خبط ندب العربية وزياد صوره ابن لطفة ابو المجد والورقة ده بيقول كده وفيه ايه الورقة ده لطفة ابو المجد بيقول ان ابنه كان في العين السخنة ساعة الحادثة صح؟ ايوه كل الشيو ده اسبته كده كل دول كدبين تليفونات تامر بيقول انه ساعة الحادثة كان مهجوم وبعديه مش هوها طالع على البيت بعدين على العين السخنة يعني تامر طالع على العين السخنة بعد الحادثة مش قابليها ده مش دليل على ايه هو اللي خبطها بس ده دليل انه هم بيجذبوا ليه هيجذبه لو هم مش عاملين حاجة غلط ومشين في السليم وليه هيجبه جهود.. يشاهده ان تامر كان في العين السخنة ساعة الحادثة مش يمكن خايفين من الله وبانك مهديتهم بانك ممكن تاخد ابنهم لو مكدش منهم باشبب لأنك فعلاً تشيطني الحكاية دي مش يا سيدان أشتار بس خلينا أكمل لك الحكاية لطفي بعد الحادثة أكلم محمد اللي كان عندي تميم ساعتها بعد ما راح له كلمه نشهت عشان يجيلهم يعني هما التلاتة مجنسارين عند لطفي زي ما قالوا لسه ما جمعتش برضو الكلام أنا مش فاهم انت عاوزت وصل لإيه معين كل الحاجات اللي انت بتقولها دي لاي جريمة ولا دليل إدانة ولا أي حاجة من الحاجات دي اعلقتتها من القضية أنا اعلقت بيها يا صلاح بيه ما تغمطش عينك على حقيقة وسبنا كاملة بعد ما نزلت من عندهم كلمه الأمين زيناتي ورحلوها إيه اللي يخلي زيناتي ورحلوهم في وقت متأخر زي ده والتلفونات بتقول إن هو نزل من عندهم وراحل إسمه وفود اللي يكلم رفاع اللي كان نبطش الليتها معي وبرضو قعد يكلم لطفي وحمد كذا مرة بيكلمهم ليه انت جبت الورق ده منيه الورق ده ما يخربش بربيزن اليابة فريدة صح؟ أنا مش بسدق إن هو ده اللي شغلك وحبل المشناء ملفوف حوالي الرقاب دي لو شغلك أول ورقة جيبته منين تقدر تجيب إذن النيابة وتجيب زيه على فكرة اللي هو هو بالزبط طيب ما يزالة طيب ما هتيجي معي نروح المكتب عندي نشرب فين جانين قهوة وتقول كل الكلام ده وتبقى في محضر رسمي مش يحصل أنا مش هجي تحت قيدكو داني أنا ديتك أول خطة عشان تكيب برقتي لما تجيب لي برقتي هجرش معك اللي هو وأسف لو دخلت بدك بغير استئزاه موسيقى أنا أراك السودة وفيها يا أتا لكل مكان ما كان حد تمعد تقتلوا ما تهتا يحجي خليل نفهم إلا حصل مين قال بس حاج اللي قتلتو انت في كن عشمان ولا ايه؟ امان مات ازاي يا زناتي؟ قدر ما ماتر انا اعترض على قدر ابنا كمان يعني ايه؟ مات بأزمة البيئة وحطمك؟ انت مش لسا انه تقتل؟ اه تقتل يا حاج بس ورحمة امي ما مدت ايدي عليه انا مدت دماغي بس ما بطل الحركتين بتوعك دولالة وتخلصتها ايه؟ وليه؟ ليه؟ ما يعمل علينا حواديد ما هو واطي وتمكن لازم يلعبينا شكرا يا حاج انا برضو حاج ده انا حبيبك خلص يا زناتي خلص مفيش من يومين كده كان عندنا كبسة محترمة في المنطقة مسيكنا فيها ابن المعلم شيحة طبور بتاع الجيارة كان جاي يسلم بضع العيال في المنطقة ومنهم تايسون وزي ما تقول كده ابن المعلم شيحة ده بقى اصغر عياله الحيلة يعني ما تخلص سهلا انت قديحك حواديد المهم بقى محسوبك بقى هو اللي كان جاب الاخبارين اللي واد نزلوا المنطقة الشادر اللي انا مكنش في الدماغي حاجة انا كل اللي كنت عايز اعمله ان اعمل النامرة حلوة كده بعد الغلواشة اللي عمالها اسليه مالله يا كحيمه مطرح مراح مهم اطولك يا روح فيها حج مالك يا حج مطول بالك المال بقيت حمق كدليه طول عمرك بالك طويل المهم لما تايسون قال لعقله رحت مصرب للمعلم شيحة ان هو اللي مسلم ابنه الراجل يا والده الجنن لان ابنه ربص قضية ايه مزيكة اقل ما فيه عشر سنين يعني شيحة الضبور هو اللي ومعزور والراجل يا والده قلبه محروق على ابنه من ناحية ومن ناحية التانية تهزق في السوق يعني لو ما عملش نمرة زي دي مش هيعف يرفع عينه في حد تاني ولا يشتغل الشغلان دي من اساسه امن معلم شيحة بعت رجالت ودبعه تايسون عشان يشفي غليله بس احنا ملناش فيه ربك يعمل ايه يروح بقى عد سليم ورا تايسون فيلبس هواتهم وهو يغرز اكتر ما هو غارز وربك بالبنكسرين جابر ايه ليه بس عم الحق الحق اعلان ريحتك من الوقت وكمان غرستيلك سليم اكتر ما هو غارز ورحمتك من نص مليون جليل اللي كان هيلفهم في كرشهم الا بالحق حق جبتلي الفلوس اللي اتفعل عليها ولا لا ادخل هتلي اهو ساخرة بش انا وليد ايه ده ده التقرير بتاع شركة المحمول ايه يا فندم ساعتك مش عارف انا اتعبت ايديها عشان اجيبولك بالسرعة دي مش نوع يا فندم ساعتك تقول لي ايه هلقيت الورق ده بالقضية حلوة اوي الورق مطابق تماما نعم فندم اقول لي وليد بتعرف لطفة والمجد ده ساكن فين هتفتكر يا سليم بس الاحباشة ده هيصدق كلامك والله انا عملت اللي علاها وحطيته على الطريق مش هفضل بعد مستنيه انا هفضل ما نكمل زي ما انا او نكمل فين ساعتك احنا لسه واعين في المصيبة بتاع تايسو اللي مات ده قول له ان ايه باس تحوده لان احسابي بايزة لحد دلوقتي ما لازم افضل وراه من لحد ما اوصل لحاجة تايسو مات في الستين داي بس لسه في اللي عايش اللي منلعب معاه ترسل ساعتك زلاتي زلاتي داشتون عشان كده انا سايبه هو ولود في الصلاة لكن في رفاعي الود خفيف وممكن نطلع منه بحاجة هام استنى انت هام حاضر يا اخوي معلاش ها باشا استأذنك ها ممكن تتدارو عبال مشوف مين على الباب بعد ايزباق هام وشعد هام والله يا حماد ما نعرف اخرتها ايه مع ابن السار ما ده انتوا يا سيد انا متله الفلوس اللي كان عايزه حره ونرفق جدته لا لا لسه لسه ده لسه عايز نص مليون جنيه كمان نعم وطبعا انت خسراني حاجة وانا اللي بكوع لا والله يا حماد والله ابتدي تقلقها الوحلة زادت حواليها والدم كدره طب سلام سلام حكلم اكداني طب دخل في ايه يا بوز الاخص طب غوز الحاج فيه زابت عايزك برا زابت زابت مين ده وعايز ايه بسه الخير يا حاج لاطفي صلع التوخي بل التفتيش امرا حبيبي يا عممين انت نايم ولا ايه لا 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 ما فيش حاجة انت عامل ايه اصلي كنت معدى في الحتة كده اطلع اسلم على عمي وعم عيالي حبيبي اتنور يا اهلا وسهلا بيه بقى ليه فاطر ما اصفتكش بسهات ما روحت انا وانت للظابت صاحبك ده اللي طلع قدت له قتلة ده كبا حتة مغرس مغرس ايه لا 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 فيش حاجة adore integral ده اباي بقولك علي حاجة احنا ننزل بقى نتكل على اللان نتغى كده انا كلقم ا Records لا نتغى يا نلسة نشى بحاجة الاول يعني نشى بحاجة بك انتغى لا لا يا راجل ما ما اكتشر به ده احنا ننزل نتغى فى ححاتة تخ теб exponمه انا مريم يا عم حدق لأ عمzo بقولت ليش حاجة لطفي طيراءك في كلم ملي تقهل بتاخذنيش يا باشا الكلام ايه صحتك يعني من ساعة ما جيت وانت عملت تتكلم قولت كلام كتير قوي انا الكلام فيه بالضبط لا صحيح عندك حق نقول تاني الكلام اللي بخصوص تامر ابنك انه كان موجود في العين السخنة وقت وقوه الحادث مع انه تقرير شركة الموبايل بيقول انه كان موجود في القاهرة وقت وقوه الحادث وفي نفس المكان وانه راح العين السخنة بعد الحادثة تقريبا مساعتين على فكرة بتعنك فكرة عجمك ان الشهادة الزور جناية حد الله حد الله باشا بنا وبين الشهر الزور ما لرش ولا راحت للشهود اللي قالوا ان ابنك كان في العين السخنة كانت من باب ايه شو باشا مع اننا الحمد لله ناس معروفين في حدتنا وخيرنا عالكل واي حد في الحده هنا يبيبقى عايز جاملنا الا اني عايزة اسأل ساعتك سوار صغير كده مين اللي قال لساعتك ان في حد شي اتزور بطل استعباطها لطفية تقرير بتاع جركة المباقي بيقول كده بس تقرير لما ساعتك ده بيقول ان المحمول هو اللي كان هنا ما قالش ان الواد هو اللي كان هنا يعني ايه مش فاعه الحكاية وما فيها ان الواد ابني ضيع المحمول بتاعه عيال مستهترة مش حاسة بقيمة القرش الجين ده كله كده باشا الواد ابني بقى ده يزيد عن جيله ان امه من العها الاخر لانه ولد وعيد على بنات يعني وساعتك عندك ولد ليك في حالك يا رطف صحيح طيب نرجع مرجوعنا لمشكلتنا احنا بقى باشا هربنا ادانا ولينا الموبايل نعمل ايه قومنا واحد بقى ربية مخصوص ودى الموبايل للولد لغاية العين السفر ما انت عارف ساعتك الكل ده مقدرش يعيش دقيقة واحدة من غير الهباب ده ايه شي نت و ايه شي شات و ايه شي واتساب ايه البايزة بيدي حنك يعني انت الموبايل ضاع ولقيتوه حلال والحلال ما بيضاعش اباشا بس ساعتك مش هتزدق احنا لقينا ازاي ازاي الوات زناتي زناتي الامين اللي شغال مع حضراتكو في الداخلية ما هو من عندنا من حد واتك هدع وراجل وخدوم هو اللي تصرفوا لقى الموبايل حتى اساعتك لو رجعت يعني الاوراق اللي ما اساعتك حتلاقينا متكلمين كتير الليلة دي بس المكالمات دي كلها تمت بعد الموبايل ما وصل عيني السخرة منافوت ساعتك في الكلام كلمات زناتي دا مع انه من حدتنا مجدع وخدوم وكده الا انه زنان زن النحن قاعد يزن علي قال ايه عشان يضمن حلوة رجوع المحمود شوفت ساعتك بقى الحكاية بسيطة وسهلة ازاي لا فيها رشوة ولا شاد ازور ولا اي حاجة من ساعتك قلتها بس الحياة باشا اللي محيرني يعني ومسر زيارة ساعتك ليا دلوقتي يعني انتو سايبين الزبط بتاعك وهربان وشغلين نفسك بمين بيكلم مين هو من امتى باشا مكالمات التليفون بايت طهما احنا مش سايبين الزبط بتاعنا هرباني حكي الاطفي وهنجيبه غرايب قوي الحكاية كلها ان احنا بنحقق عشان نوصل للحياة الحياة باينا وده مساعتك ايه زي الشمس اسره في حاجة دانية يا باشا اقدر ادينا لساعتك جرائيه موسعد يا جرح داخل شاطح ناطح ايه يا جرح اصبر كده بقولك انت والدتك بنت حلال وده عيالك يا اخي انا نفسي كانت هفاني على لحمة راس واسمين اسأل نفسي مين يجاكل معايا اللقم العلوة دي سبحان الله لقيتك انت بتخبط يا جبه اتخليك معايا تخبط على الباب هنقعد بقى ناكل لحمة راس واسمين وتاكل الجوهرة اللي انت بتحبها وتاكل كمان اللسان اقسمهلك على الشفتين نخلص اللقمة دي نقعد عليها ونشب الشاي وتضرب المعاسم الوقت ده شفنا احو ده والله ساعتك اسليم بيه الوقت موسعد وهد عامل مشاكل كتير في المنطقة وعشان كده سابع وراح منطقة تانية تحيس كده انه واد بارد وحشري لا حوله لقوة الا بالله اللهم الاعتراض على امرك يا رب وهم احنا نقصين مش كفاء البلاو اللي عملها تتحدف علينا زي النطر له مش بس كده ده كمان رتراط بالكلام وكمان رتراط قصد يعني ساعتك ان الوقت ده لو كان خد بالو من حاجة ما كانش سكت بس برضو اللي احتاجه صح عندك حاجة طب والعمل يا سليم بايه احنا لسه ما فوقناش من البلوة بتاع التايسو اقولك يا سليم بايه يعني انا انا موظى فيه حاجة كده هجمت في النفوخي اقدر اقولها المعليفة انا لقى ناس حبايبي في الاسم ممكن يعني اروح الاسم اقدر اتطقص لو فيه اي عواء مش فاهم منك حاجة عواء ازاي اسطحودها ان الناس حبايبي دول بيبلغونها لو فيه اي حملة جاي على المنطقة فلو اي حد مثلا مشايل حاجة شمال حطت حاجة هنا بخب حاجة جنب حاجة تحت اي حاجة يقدر يتصرف فيها قبل ما الناس دي تهجر يعمل كده طب بالنسبة الامين اللي اسمه زناتي ده ماله زناتي يعني انا كنت متخيل ساعتك هتطلع من عنده لطفي علي لو لطفي يقول الحقيقة يبقى زنات هيقول نفس الكلام طب ولو بيكدم يبقى اكيد لطفي حيفاهمه اللي يقول برضو نفس الكلام يعني ساعتك عايز تفاهمني ان زناتي مالوش في الموضوع خالص لا انا مش عايز افاهمك حاجة وانا شخصان مش فاهم حاجة كل اللي عاوز اعمله دلوقت ان احنا نعمل تقرير وافي عن المجنوعة كلها عن لطفي وابنه محمد وزناتي ونشأة المحامي وسليم سليم سليم يبقى الحال على ما هو عليه سليم يفضل بالنسبة لنا مجرم ولازم نجيبه اهو يا طنط ولا الحوجة للست سلم بقى كده ايوا كده وانا كنت يعني هيسيبها لحد ما حضرتك تحيني عليها وتعمللها اكاونت على الفيسبوك ليش يا ستي ربنا هني سعيد بسعيدة اه اه قوليلي يا فريدة يعني انا لو دخلت على الصفحة دي الناس كلها هتعرف ان سليم بريء لا طبعا يا طنط المضامش بالسهولة دي لازم الاول يبقى عندك صحابة على الصفحة بتاعتك علشان يقدر يشوفوا اللي انت بتكتبيه انا هاجيب الصحاب دول من ايه ما تقلقيش انا مش هسيب يغلى معلمك كل حاجة انا مش فاهم يا ماما لازمته ايه كل ده مانا وفريدة شغالين على كل حاجة حتى لو في خمسين حاجة زي دي عايز اعملها انا من نفسي مش عن طريق حد حتى لو كان انت او فريدة عايزة الناس كلها تعرف ان سليم ابني فريدة وحتشوفي كلامي معهم حيفري ازاي قوليلي يا فريدة هي الصفحة دي تدخلني على تويتر؟ لا طبعا تويتر ده اكمل تاني خالص غير الفيسبوك بس ما فيش مشكلة انا ممكن ازبطلك الموضوع ده كمان بس احنا علينا قوي وبقينا فيسبوك وتويتر وشكلون كبيرة يعني والله يا ولاد لو في كل حاجة ممكن اعملها عشان الناس كلها تعرف ان سليم ابني بريء هعملها ويا دوبك البت ملك شد تحلها شوية وربنا رزقني برؤية السلام على رؤية دي يا بيه حتة عسل كده والله ربنا خليونك يا برايين اللي اقول لي يا سليم بيه هو انت لسه ليه متجوزش فريدة هنم لحد دلوقتي كان زي ملك عندك عيدي فريدة اللي مرز يا سليم بيه اللي امو حاجاتك بسرعة لازم نمشي من ايه لحالك يا جدع استرجل وبطل شغل النسوان ده وانا الحق على اللي براسيك عشان لو احصل حاجة 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 زي ايه يعني صلاح التوخ يجي باك اسألك مسلا اه ليه سود يسألني فيه وليه عادي يا جحش انت وانت مش شاهد على سليم في القضية وبعدين ملك ما قال لها كده ليه ووقتلك انت معزناتي يعني في السليم احنا مش في السليم احنا في السليم وشكلة التربة فوق دماغنا ومش خلصانة طب امسك دول ايه دول دول عشرين الف يعني كده واسطك خمسة وعشرين يعني النص يا ابو مردي يلا روح شايز كده وانس القرف اللي في دماغك ده بقى واللي قولك بحطهم تحت المخدة او ما تلاقي نفسك قلقان كده طلعهم بص عليهم هتهدى على طول بس الفلوس دي علاج الفر يبلعب في عبك ده اسألنا انا ده برضو هيتالنح يعني موسعد مبلفش عندنا ولا حاجة لا موزول الساعدتك انه خد باله من حاجة زي كده بس الحمد لله من ربنا جعله سبب نلحق البالوة دي قبل ما تحصل يعني انت متأكد انهم نازلين يفتشون لله ده يستحو ده هيا بتسأل السؤال ده ابو خليل يا سلين بيه في حملة هتنزل المنطقة قرب الفجر وهتفتش بيت بيت ومش هتسيب خرم إبرة غير لما تفتش جواك بيقوله ساعدتك انه في شوية علق رابيين مستخبين في المنطقة وشتل الموضوع كده في قنابل ومتفجرات وحزمة ناسفت وبناء وزارة انا هرسود ومدين بستين ميل بقولك يا سلين بيه احلنسلم نفسنا حرمية بكرامتنا يا بده ده بقى ايه ده عشان نشوف هنعمل ايه وانت لاش ساعدتك انا مقام من مكان بعون الله هنروح مع بعض فيه وانا هبقى منطمن عليك وعلى شرككم بس يلا بينا بسرعة يلا يلا مزيت الكلصة يا بعدين يلا نحن 거 مزيت ساعدتك هنروح منطبيم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة